السلام عليكم اصدقائي جميعا اتمنون عنكم ان شاء الله تكونوا بخير معكم خالد جنيد من قناتي الخاصة اليوم معنا ان شاء الله اه جزء الثاني والبرتو بخصوص البيتشبيند او والريبون ويلا نبدأ اهلا وسهلا فيكن على جديد اصدقائي اذا اليوم بنا نحكي عن موضوع البيتشبيند اليوم بنا نبلش نشتغل عملي الفيديو الجزء الاول كان اه حكي على على اغلبه يعني ما عزفنا ابدا ولكن اليوم لح نبدأ نشتغل بالنسبة للاستخدامات اللي بتخص البيتشبيند والريبون اوكي شباب معنا هون اه اه او معنا فيتري ترينيدي فيتري اوكي هون عنا بيتش هون عنا بيتش لح نشتغل على اتنين وندلكم كيف الاستخدامات اللي حلوية اللي مستخدمها للبيتش اوكي وابدائيا متل ما قتلكم بالجزء الاول اه طبعا بتمنى اللي مو شاف اللي ما شاف الجزء اول يشوفه قبل ما يحضر هذا الفيديو لانه اه لازم لازم تكون حاضر الفيديو الجزء الاول كرمال تفهم على الجزء التاني اكتر اوكي متل ما حكينا بالجزء الاول واتفقنا انه بالنسبة للا بيتش باند بيرفع عنا الكم ميتين طون اوكي يعني انا هون لما بدي ارفع من اللا هاي فيها تشريق الا ولا مش هيك ما طلعت ولكن انا عدو بدي ارفع لالري لاحظوا هون اوكي وبنزل كمان تنتين اوكي هلا هيك بعتقد فهمتوا عليه اا شو كمان عنا بالنسبة لالبيتش ااا متل ما تلكم لفوق لاحظوا كيف عطانا هيك متل تموج بالصوت لا تحت لا تحت محطوط شي ولا فوق محطوط شي اوكي لا فوق في تموج اوكي اا هلا بدنا نشتغل شو بالنسبة لفوق لا تحت قبل ما نبدأ مثلا اا لا فوق لا تحت مثلا في عنا ناي لاحظوا لا تحت هلا هاي التموج هاد او الفرق هاي اا فينا نعمل لفوق ولا تحت ما في ما بيأسر يعني فينا نحن بعد ما نكون عم نشتغل بالصوت نعيره فينا نخصصها نحطه فوق ولا تحت ما ما في مشكل لاحظين كيف مثلا كمان عندي هون صوت هاي ربابي لاحظوا لا تحت شو فيه لاحظوا لا فوق عنا مثلا هاي هيدا تحت لفوق ولا فوق لاحظين عنا مسلا ازا جبنا صوت اا مجوز مسلا زمر لاحظين شو حاطين لفوق كمان تموج لاحظين كيف اوكي هاي بالنسبة لفوق لا تحت نحن منعير الصوت نحن عم نعيره اي شي بيطلع معنا مختلفة يعني بيعطي شي جماليه للصوت ولكن ما فينا نخليه صعبت على التاتش فما نحاولوا لفوق او لتحت اوكي شباب هلا بدنا نبلش بقى شغل بالبيتش باند خلونا نحط زني لحتى يكون الشغل اا احلى شوي اذا شباب نبدأ بحركات البيتش في عناي الحركة مسلا نطلع من الدولة الري اوكي اوكي لاحظين او هاي الحركة لاحظوا انا عبرجع على الشمال شوي شوي اذا ملاحظين شوي شوي عمرو عشمال لاحظوا واي الحركة كمان تتاخذ اذا كنا عمشتغل على بتتاخذ من على فا كمان ناخد الصوت لاحظوا بتاحت نحظين هاي اوكي شباب هاي حركة كمان هلا انا هون ما بعرف شو بدي يسمي لكم يا هاي الحركات ولكن انتو انا حاطت لكم كاميرتين هلا كاميرا على اليمين وكاميرا على البيتش لحالو لحتى تشوفوه وتلقطوه صح اوكي شباب يعني ما فيني سمي لكم شو اسمها الحركة ولا شو اسمها الحركة اوكي هلا شو في عنا كمان هلا اذا رحنا الاستخدامات اللي حكيت لكم عندها بالجهزة الاول اللي خاصة بالتشريق اوكي شباب مثلا بس انا عم بشتغل بيات بدي اقفل تقسيمي بالشوري الشوري يعني هو بدنا نكون شايلين التشريقه من على الفاديز هلا هون انا ما نشايله ملاحظين كيف وما بدي انا عم قسم التقسيمي ما في مجال اني فوت وقيم التشريقه من على الفاديز وارجع حطه وهالحكيله لا خلص فيني اشتغلها بدون ما قيم التشريقه وهي كيف لاحظوا على البيتش بدي ارفع البيتش شوي اوكي لاحظوا مرفعه على الاخر بصير عندي الشوري هو هون يعني لاحظو كيف متبهوا عليه اوكي شباب هشتغل على السريع مسلا لاحظو لاحظو هاي كمان اوكي شباب هشتغل على السريع مسلا لاحظو هاي كمان اوكي شباب اه شو في عنا كمان كمان هلا نحنا استخدمنا هون الفاديز استخدمناها كأنه ما في تشريق ولكن غيرنا رفعنا لفوق وجبناها ولكن هلا بدنا نشتغل شي انه كأنه موجودة كأنه الفاديز مو مشرق ولكن بنغمي تاني خلونا كمان نقول انه عم نشتغل بيات لاحظو هاي الحركي انا رافعون البيتش طبعا لاحظو كمان فلدتو هين فلدتو عند الدو شباب اوكي كمان فلدتو عند الدو لاحظو من عيدة كمان لاحظو كيف وفي عنا طبعا هاي الشغلات الخفيفة أوكي يعني هي نفسه هون الريبون را عزني كيف اة وشو في عنا كمان خفايا بالنسبة لالبيتش ااا اذا مثلا في حركية انا باستخدمها كثيرة اذا عم نشتغل على الصبع مثلا نلاحظوا شوي الحركة متل ما اشتغلنا قبل شوي بالنسبة للشوري هون كمان لاحظتوا بعضو شوي الحركة فلت عند الصول اوكي شباب هاي شوفي بعض عني حركات بالنسبة لهون اوكي اذا مثلا عم نشتغل سيجا سي انا لو اني مشرق الفاديز لاحظوا هون اوكي ولكن بدي جيب مثلا او مقام البستنكار اللي بنقال بيات مع سيجاه والعراق او اللي بنقال بستنكار اللي بنقال صبا مع السيجاه طيب شو بدي اعمل انا بعدها هون تشريئة موجودة وبدي حاول اعملها الحركة بدون ما يلغي تشريئة الفاديز اوكي كمان بسيطة اوكي شباب هي انه هلأ مثلا انا بدي جيب مثلا الصبا مع السيجا بدون ما شيل الفاديز اوكي هلأ انا مشرق الفاديز لاحظين هلأ بدي جيب الصبا مع السيجا كيف لاحظوا شو بنا نعمله بدي جيب المي اللي هون انا فين يشتغلها بيات المي او صبا المي ولكن بدي اياها ري مجرد انه لما بنزل البياتش لتاح لاحظوا باخدوا عشمال لاحظين انه جيبت صبا او بيات الري مع سيجا لسي بدون ما بدل التشريئ من جوه مجرد حركة بالبياتش لح اعملكون اياها كاملة افوا افوا نعظوا هون لما بيجي لعند الري اوكي من عيدة اوكي من عيدة اوكي شباب هاي حركة كمان اا شو بعد معنا حركة اوكي هلا خلينا نعتبر ان احنا عم نشتغل سيجا السي مسلا وامشرعة هون لامي اوكي مشارقينة لامي ولكن بدي طلع الشي ما بيطلع الشي لازم تكون المي مو مشرقة شو بنا نعمل نحظوا هالحركي برفع البيتش ها اوكي شباب من عيدة هاي اوكي انا بدي جيب علامة المي بدون تشريق كيف بدي جيبها مجرد اني برفع الري على البتش بجيب علامة المي وبكمل وكأنني عم بشتغل على الكورد هون وبرجع سيجا عادي ولكن مع الدو بترك البيتش يرجع لطبيعته اوكي نحظوا علي هلا نحنا هون ناخد بيات مع سيجا اللي بدي يجيبها هي نيرفع البيتش وصلت عند الري برفع عند الدو اوكي شباب يعني اشتغلت جبت هذا المقام اللي بينجاب بدون ما شيل التشريقة لان انا عم بيشتغل على أورج مثل الفيتري مثلا بدي يعد فوت وقيم التشريقة وقيمة وحطة لا لا بضل عمقسم اذا عندي حيال وعندي طرق اني قدر جيب الحركة اللي بدي عملها بدون تشريق بدون ما غير تشريقي وفضل اوكي شباب شو بي عنا بالنسبة للبيتش اا شو بعد في عنا حركات بالنسبة للبيتش اوكي شباب اا هلا في بعض عنا هون مسلا كما تلكون بالنسبة لفوق لتحت او يمين وشمال خليني سمعكم مسلا انا شو حاطيت هون بالبزو لاحظوا هون انا لفوق حاطيت اا ميتين طور اوكي اوكي ولكن عشمال حاطيت نعش يعني الف وميتين يعني اوكتيف كامل لحظوا هون اوكي شباب انا لشو حاطو خليني روحها بي اتريه اوكي انا لحظوا ناقص 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 عشمال اوكي يعني الف وميتين طون لاحظتوا هاي الحركية تنعمل بالبزق إذا لاحظتوا اللي عم يدق على البزق مثل هاي الحركات بيعملوا هون بيجيب إيدو إيك من أول الزند لآخره تقريبا أوكي بيجيبها هيك إذا لاحظتوا عليه هاي كمان مطلوبة بالنسبة للبيتشبيند أوكي شباب إذن شباب شبقي عنا بالنسبة إلى البيتشبقي عنا مثلا الشباب بيقولوا إنه والله ما فينا نشتغل أو بيانو أو جيتار على البيتش ما بعرفش طيب هدا هدور لكم على جيتار يكون مقبول نوعا ما نحطه هون عنا هدا جيتار لاحظوا هون مثلا إذا عم بضرب أكورد أوكي لاحظوا شو استخدمت البيتش أنا هون أوكي استخدمتوا هاي الحركة نفسها أي صوت فيني إلعب عليه أو قابل إني إلعب عليه أكوردات فلازم استخدم البيتش إن كان لفوق أو تحت أوكي إن كان رايت أو إن كان لفت أوكي شباب فهاي معلومة إنه ما فينا نستخدم عقلات النقر أو عقلات الهاي بالنسبة للبيتش هاي معلومة غلط بغلط شباب أوكي ومنع سفين مننون متماكنين نجي للآنون مثلا خلينا بالشرقي آآ هذا صوت آنون عندي هون مثلا اوكي كمان لازم آآ البيتش فينا نستخدمه لاحظوا كيف هاي الحركة لاحظتوا هاي آآ ازا بتلاحظوا دقيق لهنون هو عم يعزف عالقانون بتلاوه أحيانا بتلاقي أخد إيده عشمال وبلش يعمل هيك حركات بإيده بيعمل هيك بإيده هيك عالوتر بلقطه هيك وبيعمل له هيك عالوتر هاي الحركة لازم نطبقها نحنا عالبيتش بند اللي معنا بالكيبورد أوكي متل ما اتفقنا عالكمانجا كمان لازم نطبقها لازم نطبقها عالقانون نفس الطريقة أوكي شباب يعني هلا مرولة اللي بيقولوا بعض الشباب مو كلهم طبعا يقولوا ما قابل إنه يستخدم للسترينج أو لا يفضل طيب ليش لا يفضل هاي عنا هون أوكي آآ عندنا بالنسبة للتشريق خليني لكم بالنسبة للتشريق المسلا التشريق التركي بيحطوا ودل ما يحطوا نائس خمسين بيحطوا نائس خمسة وثلاثين هون أوكي أنا فيني طلع عمدو ما حط نائس خمسة وثلاثين للروح التركية مسلا هون لاحظوا بينا عليكم البيت شون واضح عم روح الشمال شوي أوكي كيف إنه ما فينا نستخدم للسترينج مسلا يصطفلوا اللي بيقول ما فيه يستخدموا لا يستخدموا أوكي شباب آآ لحن نحنضل بل بقى بشغل المهم للبيتش وهو تجاه اللفت اللي عشمال لاحظوا هون الكامنجا هو يعني يقسم مثلا لحسم لكم شيء قريب من العراقي أوكي بس ما بعتيد إذا إذا مو كتير واضح عليكم السلم خليني يشتغل على بيات اللام الشيء يكون أوطل يكون أوطل الأكتاف لهون يكون واضح عليكم أكتر أوكي البيتش واضح شباب أنا هشتغلكم عمهلي هلأ لاحظوا هون هيا راجعا باخدها فقط على الفا أوكي شباب أوكي لاحظوا هون رابط على الشمال همحاول بسط لكم الحركات أنا شباب لكن لما بيكون واحد شوي هيكي عم يعزوا في الحاله بيطلع معه شيء أحلى ولكن عمحاول بسط لكم لفهمكم شو الطريقة هلأ نحن ننزل للريبون مثلا إذا هون في البيت شو عملنا رحظوا هون كان هاي الحرك الشئفي هاي نفس اللي عم أخدها على اللفت شوي صغيري عشمال هي لهون تقريبا هلا هون نستوعه لهون ها رحظوا كيف نفس الشغل هون أو هون حسب واحد شو بيرتاح و رعفوا هون وشو بيكون معود يا زيف فيشتغل ان كان على الريبون او كان على البيتشبند اوكي شباب. اه بعد اتصار الفيديو طويل هيك شباب ازا ان شاء الله بنعملكم جزء ثالث بالنسبة للبيتشبند لان متل ما عدتلكم اه بيطول حديث شوي عن الموضوع. اه الجزء الثالث ان شاء الله مخصص لكم يا للشغل على الكرد على مقام الكرد لانه كتير ماشي والشباب كتير حبين وهالفترة. اه ما تنسونا اللي يعجبوا الفيديو باللايك والشير واللي فعل الجرس يفعلوا لا يصلوا كل جديد كان معكم خالد جنيد من قناتي الخاصة تحياتي لكم والى اللقاء.